بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله القوي الجبار قاسم الظالمين وناصر المظلومين سبحانه كل يوم هو في شأن مثبت أقدام المؤمنين والباعث في قلوب التغاة الوهن والصلاة والسلام على نبي العدنان محمد بن عبد الله سيد الأنام معالي الرئيس علماء الجلاء الدعاة الفضلاء وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا نقف اليوم وقد جف الكلام في أفواهنا وشل اللسان عن التعبير عن آلامنا فإخواننا في غزة العزة محاصرون ومأسورون وأطفالنا تحت الأنقاط ونساؤنا بين شهيدة جريحة وطريدة فبأي لسان نتكلم ولو تكلمنا فماذا نقول هل نشكو للمجتمع الدولي الظالم المتعصب أم ننادي دولنا النامية أم نقف على خط الحياد وإخوتنا بين طريح وجريح وشهيد دعوني أكون صريحا معكم أيها الإخوة والله لقد ترددت كثيرا في القدوم والحديث اليوم لا لشيء إلا لأنني أستحي أمام المرابطين في فلسطين وأمام أهلنا المحاصرين في غزة من أن أتكلم عنهم أو لهم ويكون كلامي حجة علي يوم القيامة أو يكون كلامي لغواً ولهوة مجرد شعاراتٍ تتسلى بها نفوسنا حتى تهدأ الأوضاع فنعود إلى سالف لهونا لكنني أتيت اليوم لا لأتكلم عن غزة وأهلها ولم آت اليوم حتى ألقي درساً بين يدي الغزيين بل أقف اليوم تلميزاً بين أيديهم وطالباً عند أقدامهم أرتشف دروس الرباط والصبر والثبات من رجالهم ونسائهم وأطفالهم وأستسقي الأمل عن عيون أطفالهم وأرتوي من بطوله من بطولة مجاهديهم وأدرس الشجاعة لدى إعلاميهم وأنالوا شرف مرافقة من اختلطت أنفاسه بأنفاسهم إن غزة اليوم أيها الأحبة تعلمنا دروساً لا نتعلمها في المدارس والمعاهد والجامعات وتلقي محاضراتٍ في العزة والكرامة والشجاعة أيها الإخوة الكرام لأربعة رسائل لأربعة جهات الرسالة الأولى للمجتمع الدولي الغربي لقد تجلت في هذه الأيام حقيقة معدن حضارة الغربية لو استسنينا بعض المنصفين وإزدواج معاييرها ونفاقها الحضاري وماذا كإلا بسبب عقدة المتهم والعقلية الإجرامية العميقة في الحضارة الغربية فهم خجلون والله هم خجلون هم خجلون من تاريخهم المعجون بالدماء وما يحدث اليوم في غزة يذكرهم بتلك المجازر التي ارتكبوها في شرق الأرض وغربها وليست آخر مظالمهم ما فعلوه باليهود في الحرب العالمية الثانية والتي أسسوا بعدها تلك الدولة المحتلة في بلادنا كالرشوة هذا البلد الرشوة الرشوة للذين ظلموهم وأعانوا المظلوم ليصبح ظالما ومتغرطسا وقاتلا فأصبح ابنا حقيقيا لحضارتهم وقد ظهر أيضا خلال هذه الأزمنة أن الغرب ما زال يرى القوة قيمة عليا لقد أعنن الغرب في مجاله الفكري كثيرا من النهايات نهاية الإيدولوجيا نهاية التاريخ ونهاية الحضارة وأنا أقول وأنا أقول أن المنظومة القيمية الغربية اليوم وصلت إلى نهايتها تحت حجارة غزة فمع كل طفل يلفز أنفاسه ومع كل إمرأة تستشهد ومع كل رجل يلقى ربه بموت يموت جزء من القيم الكاذبة التي يدعي الغرب العمل بها ولنشرها رئيسهم رئيسهم الكبير زار إسرائيل وماذا قال قال لا يجب أن أكون يهوديا لكي أكون صهيونيا وأنا أقول وأنا أقول ليس بالضرورة أن يكون الإنسان فلسطينيا أو عربيا أو مسلما ليقف مع غزة بل يكفي أن يكون إنسانا إنسانا فقط أما الرسالة الثانية فهي إلى مؤسسات الدولية عامة والإسلامية منها خاصة أن المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها تدعي أنها أنشئت لتمنع النزاعات وتحفز حقوق الدول لكنها في الحقيقة ليست سوى أدوات بيد الأقوياء يستقوون بها وتحفز حقوق الدول لكنها في الحقيقة يتدخلون في شؤون الشعوب وساهمون في تقويد كل دولة تحاول تحقيق الاستقلال الحقيقي وفي هذه الأزمة كانت عاملاً في إطالة أمد النزاع فلا هي حمت أهلنا في غزة ولا هي ساهمت في إنقاذ الأطفال ولا هي حمت حقوق النساء ولا حقوق الدور العبادات ولا المستشفيات أما مؤسساتنا الإسلامية مثل منظمة التعاون الإسلامي والتي ما أنشئت في الأساس ما أنشئت في الأساس إلا للحفاظ على القدس والفلسطين والدفاع عن حقوق الشعب فلسطين ضد الاحتلال فقد تحولت هذا هذه المؤسسة مؤسستنا الكبيرة تحولت إلى مجرد بناء في شارع من شوارع جدة لا عمل لها إلا تنظيم الفعاليات الخيرية والرحلات الجماعية لقد أصبحت هذه المؤسسات التي يفترد أن تحمل مصالح الحيوية للدول المسلمة إلى مجرد جمعيات تحمل أسماء كبيرة لا تعطيها من حقها شيئا وكلمة وحيدة لبلد الحبيب لتركيا ولقادة تركيا الحبيبة رؤساؤنا الأجلاء كونوا على يقين كونوا على يقين بعد اليوم غزة هي خط الدفاع الاستراتيجي لتركيا أيضا ليس لقدس وفلسطين فقط لتركيا ولعالم الإسلامي أيضا أما الرسالة الثالثة فهي إلى علماء المسلمين جميعا أيها الإخوة العلماء لقد مزقت الخلافات الجسد العلمي للأمة الإسلامية فاختلف العلماء مذهبيا وسياسيا وطائثيا وجغرافيا ومناطقيا بل وحركيا بل اختلف أبناء التيار الواحد والحركة الواحدة ففقد العلماء قدرتهم على التأسير على المسلمين وفقدوا صورتهم أمام الشعوب المسلمة وانكب بعضهم على مسائل جزئية نظرية فتركوا واقع المسلمين فكيف نريد من الأمة التوحد ونحن مختلفون وكيف نريد من الأمة الدفاع عن حقوقها وقادتها بخلافاتهم مشغولون وأنا من هنا أرسلوا دعوة للوحدة بين جمع العلماء من كل الأطراف والتوجهات من أجل فلسطين قضية المسلمين الكبرى الرسالة الرابعة للشباب المسلمين يا شباب المسلمين إنكم مستقبل هذه الأمة وهذه القضية فلسطين هي قضيتكم الأولى وبها يرتبط عزكم واستقلالكم لقد فشلت الأجيال السابقة في معركة التحرير لأنها ضلت الطريق وتفرقت إلى طوائف وأحزاب ونسيت مهمتها الأساسية لكنني أرجو أرجو ألا تكونوا مثلهم وأرجو أنكم على وعي بواجبكم وأخيرا وأخيرا يا أهل غزة إثبتوا 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 وصابروا ورابطوا واعلموا أن الله معكم ولن يتركم أعمالكم إنكم الآن في خير الرباط وفي أعلى مرتبة من مراتب الدنيا يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند حجر الأسوت وأنتم اليوم كما أهدناكم قائمون مرابطون راكعون ساجدون لا يدركم من خالفكم ولا تهتمون بمن خذلكم إنكم الأعلون ومن حاصركم هم الأسفلون إنكم الأعزاء ومن خذلكم هم الأذلاء إنكم الصادقون ومن ترككم هم الكاذبون إنكم حزب الله ومن تعنكم في ظهركم هم حزب الشيطان وأهله يا أمة الإسلام يا نساء غزة يا ولادات الأبطال ويا مربيات الأجيال إننا سنستصغر أنفسنا أمام بطولتكم ونختقر جهودنا أمام صمودكم أن الأمة تنال جنتها بتربية أولادها وأنتم نلتم جنتكم مرات سلاس مرة بولادة أبنائكم ومرة بتربيتهم ومرة بتقديمهم إلى الشهادة دون ما تردد يا أطفال غزة أنتم الكبار منذ ولدتم وأنتم الأحرار منذ حصرتم إن العدو الغاشم يبدل قصار جهده ليتخلص منكم لأنكم مستقبل هذه الأمة يا أمة الإسلام إن إخوانكم يستصريخونكم ويستنجدونكم ويستنصرونكم فهل بياناتنا تطعم الأطفال وهل كلماتنا تحمي النساء وهل صياحنا ينصر الأبطال كفانا اختباء حول الممكن فأهل غزة قد قلبوا الطائل على عدائهم ولا يريدون منا إلا أن نكون معهم والحقيقة أننا إما أن نكون بهم وإما أن لا نكون أبدا إن أهل الغزة اليوم خاصة وأهل فلسطين عامة يقفون على مفترق طرق خطير فإما أن نكون معهم مساندين وناصرين وإما أن نكون لهم خاذلين ومحاصرين ولا توجدوا خيارات أخرى أسأل الله الجبار أن يجبرنا بهم ويجبرهم بنا وأن ينصرنا بهم وأن ينصرنا ينصرهم بنا وأن ينقذنا بهم وينقذهم بنا وأن ينصر المجاهدين والمرابطين ويحفظ النساء والأطفال ويحفظ على كل بيت في غزة وفلسطين ويكتب لنا في المسجد الأقصى صلاة بعد تحرير كل شبر من الأراضي المحتلة وصلاة اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واركاته واركاته شكرا